موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حرقة جديدة وقناة التعليم ومتطور النهاردة هنكمل تعلم البرمجة لاطفال من سنة اربع سنوات وكنا اخدنا مهارات مقابلة البرمجة وشوية شتات كده علمنا فيها الاطفال الاتجاهات ومن المسار البصري وزي فكروا تفكير منطقي والنهاردة هنبدأ نشتغل على طول في برنامج سكراتيش جونيور وقلنا ان البرنامج دائما متاح لجميع الاجهزة على الموبايلات وعلى لابتوب واجهزة الكمبيوتر هنفتح كده هنختار من الاول اللغة الانجليزية زي ما انتم شايفين وهيبقى الشاشة الافتتاحية بالمنظر ده علشان نجيب مشروع جديد فاحنا بندوس علامة زائد خلاص وبيتجينا الشاشة زي ما انتم شايفين تشتغل عايز تشيل الكائن ده فبتدوس عليه مطولا كده وبتفترة طويلة يطلع لك علامة اكس بتدوس عليها بتختفي فعايزين نجيب شخصية جديدة احنا عندنا الاول بندوس من ناحية التان هندوس عليها هيتجيلك مكتبة كبيرة مليانة شخصيات وكائنات كتير جدا بيوت واشجار وصور كل اللي انت عايزه موجود هتلاقيه في المكتبة ده انا فبتختار وبتعمل علامة صح كده الكائن بيجيلك خلاص في الشاشة اللي قدامك جيان احنا عايزين نجيب خلفية بنجيبها من ناحية زي ما انتم شايفين كده بندوس عليها جات تختاري الخلفية اللي انت عايزها برضو عندك خلفيات كتير آآ عايزين الشاشة تبقى بارة عن مربعات هه بنكبر الشاشة وبنصغرها من الزرار دول الجرائد دي او الشبكة دي بتبقى مفيدة في اننا هعرفكوا ازاي الحركة بتتم نحرفها للولاد عايز تكتب اسم المشروع مسلا عايزين نكتب عليه اي حاجة اسمك حاجة فبنعمل عن طريق الايه الايكونها دي خلاص آآ عمتا كده المنصة اللي هي موجودة عليها الشوكة اللي هي الكائن وموجود فيها الخلفية دي جهزت آآ عايزين بقى نتعلم آآ احنا هنحرك ازاي او نبدأ نبرمج الكائن ده ازاي في حتة كده قبل الموضوع ده وان هو لما يبقى عندك آآ برنامج الرسام دوست عليها كده بيجي لك برنامج الرسام تشتغل فيه آآ ممكن تكتب خطوط الخطوط او ترسمها ترسم اي خط آآ بتختار السمك على الحسب شايفين انتو الخمس آآ مأسات خطوط دي فعندك المستطير والمربع والمثلث في الدايرة بتختار حسب الشكل اللي انت عايزه بالسمك زي ما احنا عايزين خلاص آآ عايز تعمل رجاع غلط في حركة او غلط في رسمة فبتعمل انضوه من القسم اللي فوق زي ما احنا شايفين فبنطلع نرجع كل اللي احنا عملناه آآ عندنا الوان كتير وعندنا شغل كتير في الرسام ممكن نشتغل به طيب احنا عايزين آآ نعرف الايكونات اللي موجودة عالجانب اليمين دي بتعمل ايه آآ اول واحدة هنا مثلا احنا عايزين نشتغل بالايكونات دي فبنكبر الشاشة بنعمل زوم آآ اما بنعمل زوم بنبدأ ان ننفذ عليها الاوامل هنا عايزة ده اعمل هو الضعف بتعمل ضعف من الشكل او ضول منه آآ نعمل منه نسختين فبطلع لك نسخة تاني هين آآ طيب انا عايز اعمل آآ عايز اعمل او دوران فبعمل اللي هي اسهم الدوران دي طيب انا عايز احركه في الاتجاه بالاسهم اللي هي الفوق دي طيب عايز اقص جزء يمشي فبنقص خلاص والكامرة دي لو عايز ادخل صورة آآ او عايز ادخل صورة للصورة اللي هي انا كشخصيا بحطها جوه دي هتبقى جميلة قوي فيها لعب هنعملها احنا بعدين ان شاء الله في مشاريع انا بس بعرفكو ايه هي الشاشة شكلها عامل ازاي والاوامر اللي بنقدر نستفيد بها مجرد ان احنا عملنا السمانتين دول فهلا بيطلع قولنا على هيئة كائن واحد مش كل واحد منفاصل لأ بيتحركوا مع بعض كأنهم كائن واحد فعلشان آآ يبقى عندك اتنين فممكن تعمل المقص كده تشيل بتعيب تعالوا بقى نتكلم عن الاوامر البرماجة اللي موجودة عندنا هنبدأ بقى او امر الحركة اول حاجة عشان نتكلم عنها آآ واحدة واحدة كده وهن هنفهم بالتفصيل المواضيع عن طريق مشاريع بس انا بس هكلمكم ايه هي الايكونات اللي موجودة وبنعمل ايه آآ اول حتا دي اللي هي عليها العلم ودي نفاهمها للطفل ازاي نعرفه ان لما آآ انت بتدوس على زرار الكمبيوتر بيبدأ ينور ويشتغل فانا عندي حاجة كده موجودة في البرنامج بتعمل نفس النظام ان انا بدوس اول ما بدوس على العلم ده ايه البرنامج هيشتغل البرنامج هيشتغل اللي هو ايه اللي هو انا عايزة مشي السمك دي همشيها ازاي لما كنا قلنا في الاتجاهات اللي هي موجودة في الورق اللي هي مهاراتنا قبل البرمجة قلنا قلنا له ايه وحنقول نمشي مين او شمال او نطلع فوق او ننزل تحت هو دبا بساطة الموضوع فلما هنيجي نقول له ايه هندوس على الضرار هندوس على الضرار يعني ايه يعني عايز العالم الاخضر. هو ده الزرار بتاعي. بعد كده هتلاقي اول سهم اللي هو تنزلنا ده. ده سهم بيقولك امشي ناحية اليمين. طب ناحية اليمين وتحت الرقم كده. الرقم ده معناه ايه? لو جينا عملنا الجرايد اللي هي موجودة في الشاشة في المنصة. هيديه لك قيم على المحور الرأسي والافقي. فانت لما تقوله امشي خمسة فهو بيمشي لك خمس خطوات. برافو. طب انا بقوله اطلع. اه يعني امشي خمسة واطلع واحدة الفوق. دي بقى ميزة ايه? ميزة الجرايد الموجودة دي نفاهمها للطفل. طيب لما قلو ده بلوكات تانية دي. واولا البلوكات بتتحط فوق بعضها زي المكعبات. فاحنا بنفاهم الطفل نقوله ان انا هنزل البلوكات دي. وجنبها البلوكات ديا. خلاص? وآآ هنرزقهم في بعض زي ما تكون مدراكة بمكعبات فوق بعضها. طب ايه بقى البلوكات اللي نزلت دي ومكتوب فيها اعمليها عليها ايه? سهم دوار كده ومكتوب عليه خمسة. ده بيقولك ان انت هتقرر امرين دول خمس مرات. ونكرر دي اللي احنا كنا اخدناها بمعنى النمط. ان هنعمل النمط ده على طول لمدة خمس مرات. لمدة خمس مرات. دي بقى الحاجات اللي انا كنت بقولها لكم. النمط بتاعنا ايه? وحنكرره كام مرة. فهو ده نمطنا. النمط اللي هو ايه? انه هو السمكة هتمشي خمس خطوات للامام. وهتطلع خطوة لفوق لمدة خمس مرات. لما نيجي ننفس كده وندوس على الزرار بتاعنا. هتلاقي ان السمكة بتتحرك زي ما احنا قلنا لها. مظبوط طيب. اه اعايزين نغير القيمة فانا بدوس عليها بس كده واقول لها ايه? اه اخليها قيمة الخمسة تبقى ستة سبعة زي ما احنا عايزين. طيب ده بالنسبة الاوامر اللي هي ايه? اه اه يمين واشمال وفوق وتحت اللي هم الاوامر اللي جنبه بعضهم دور. خلاص? فاهمين ده? بالنسبة لامر الدوران اللي بعده. نعم. شوف انا بقول له ايه? لف خمس مرات بزاوية وارجع تاني. لف شمال ولف يمين. طيب انا عندي الايقونات دي شغالة على الحركة. اللي هي فوق وتحت يمين وشمال ودوران. وبالنسبة اللي هو البلوكة اللي هي بتاعة استمرارية ديا اللي هي النمط اللي احنا اتفقنا عليه هنعرفها للطفل. فبا اكتم له فيها نمط يليف في كم مرة ويبقى شكلها عامل ازاي. خلاص? آآ ده بالنسبة اللي هما كده الست بلوكات الاولانيين. نيجي اللي بعدها اللي هي السبعة اللي هو ايه? اطلع وينزل. لو جينا بالجرايد نشوف عملنا الام هنتلاقيه بيطلع خطوتين وينزل. كتبنا له خمسة اطلع خمس خطوات ونزل. اي رقم بتكتبه مجرد ان بتعمل اكتب بيطلع وبينزل. خلاص? هو ده اللي مطلوب. يعني هي دي ببساطة الحركة اللي موجودة في البرنامج. خلاص? عايز حركة نمطية بتقررها عن طريق ان انت بتحط البلوكات دي نجوه. آآ نمط وتحدد له النمط ده قدي ايه? اللي هو البلوكة الاستمرارية ده. آآ طيب آآ عندنا حاجة في الاخر دي معناها ايه? آآ سهم عليه علامة اكس ان انت بعد ما بتخلص الاوامر دي كلها رجعوا تاني لنقطة البداية. يعني واقعد اشتغل 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 وفي الاخر رجعوا لنقطة البداية. طيب هنفهمها لكم كده ازاي? مسلا لو هو بيقول له امشي هوا امشي ناحية آآ الامام بمقدار خطوة آآ واحدة وارجع تاني. فحنشوف الامر هيتنفذ ازاي? آآ بيطلع سبعة من سبعة لتمانية ويرجع تاني. سبعة تمانية لو احنا شلنا علامة الاكس دي فهتلاقيه بيطلع سبعة ويقف. اللي هي لتمانية. ها? ايوا. هيطلع سبعة لتمانية ويقف. لكن علامة الاكس بتقول له ارجع مكانك تاني. ارجع مكانك تاني. هيا دي ببساطة الاوامر بتاعة الحركة اللي موجودة في البرنامج. نبدأ نعرف الطفل اه هي الاوامر. آآ يفهمها. ونبدأ ننزل آآ آآ ننزل كائنات ونبدأ نشتغل بيها ونعرفه ازاي يفتح البرنامج ويتعامل وينزل خالفيات ويغيرها ويعمل كائنات. وده تعتبر البداية اللي هي الافتتاحية الاولانية بتاعة البرنامج. اتمنى تكون البرنامج اتفهم. والحلقة ممتعة. ويلا وعلونا بقى الشغل وعايز اشوف آآ اطفال هيعملوا ايه. والسلام عليكم ورحمة الله الله كده.